يستعد عبدالوهاب للاحتفاء بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير على الرغم من واجع عاشه فيها باستشهاد والدته في الحادي عشر من نوفمبر الفان واحد عشر يعمل عبدالوهاب مونتير في قسم المحتوى بقناة يمن شباب ومنذ نحو شهرين بدأ في إخراج عدد من الأناشيد الثورية مثال الثورة الحادية عشر من براير نافذة لليمنيين هذه الثورة كانت ثورة عظيمة لكن أثرها في القلب موجع جدا فقدت والدتي الشهيدة فواح العنتري لكن لازلنا على خطاها ولازلنا سائرين دماء الشهداء وقود الأتباع وتاريخ مجد تستظل به كل اليمن هكذا ينظر عبدالوهاب الطيب لوالدته شهيدة تفاح العنتري لذا فهو ينظي على ما ضحت والدته من أجله بغية تحقيق أحلامها وتطلعات اليمنيين رسميا تجري الإعدادات في تعز مع التيارات السياسية والتكتلات الثورية للبرنامج الاحتفائي بالعيد الوطني للثورة تأكيدا على استمرار ثورة فبراير حتى تحقيق أهدافها والخلاص من الكهنوت الإيراني هناك سعرات أيضا من قبل السلطة المحلية لقادر شعلة فبراير والكرنفال الشبابي والجماهيري أيضا المكونات الشبابية المنسقية العليا للثورة ومجال الشباب الثورة وتيار فبراير الوطني يجهزون لإعدادات احتفالات فنية واخطابية أيضا هناك ندوات سياسية ستقام بمناسبات الذكرى الحادي عشر لثورة 12 فبراير كل هذه القهود تحت عنوان توحيد الصفة الجمهوري توارث أبناء تعز النظال عن أجدادهم يرسخون ذلك بالدماء أجيالا فأجيال حاملين أهداف الثورات سبتمبر وأكتوبر وفبراير عام آخر يضاف إلى عمر ثورة الحادي عشر من فبراير تستعد تعز للاحتفاء فيه بالذكرى الحادية عاشرة لانطلاقتها والتأكيد على استمراريتها في مقاومة المشروع الإمامي عبد العزيز الدبحان يمن الشباب تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر